دون تحقيق أي تقدم يذكر أو انفراجة يأملها الشعب السوري لأزمته المستمرة منذ 11 عاماً اختتمت الجولة الثامنة من محادثات ما تعرف باللجنة الدستورية السورية في جونيف بسويسرا برعاية أممية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدورسون أعلن أن وفدي الحكومة السورية وما تسمى المعارضة لم يحرز سوى تقدم ضئيل خلال الجولة الثامنة من المحادثات مشيراً إلى بطء وطيرة العمل وعجز أعضاء اللجنة عن التواصل إلى أوجه اتفاق مبدئية بشكل منموس بيدورسون اتفق مع الرئيسين المشتركين للوفدين على أهمية إيجاد سبول لتسريع وطيرة العمل وتحقيق نتائج وتقدم المستمر مناشداً الطرفين بالعمل بحس من التوافق على نصوص دستورية من شأنها أن تحظى بدعم أكبر من جميع السوريين من جانبه ذكر مكتب المبعوث الأممي جير بيدورسون بياناً قال فيه إن الاختلافات بين الطرفين ظلت كبيرة حول بعض النصوص بينما كانت هناك بوادر لأرضية مشتركة حول نصوص أخرى وخلال الدورة الثامنة نوقشت الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري وسمو الدستوري وتراتبية الاتفاقات الدولية والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها والعدالة الانتقالية واتفق المبعوث الأممي مع الرئيسين المشتركين للوفدين على عقد الدورة التاسعة في جونيف بين يومي الخامسة والعشرين والتاسعة والعشرين من تموز يوليو القادم ومنذ إنشائها عام 2019 لم تحرز ما تعرف باللجنة الدستورية أي تقدم يذكر من خلال الجولات التي عقدتها في السابق مع استبعاد متعمد لممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي تدير نحو ثلث الأراضي السورية بالتأكيد مرة أخرى أشوفوا لكل الجهود المقدمة